عايزة عرب رأيك في المباراة الأخيرة ما بين طبعاً المنتخب الكرواتي والأسباني اللي طبعاً فاز بها منتخب أسبانيا بضربات الجزء يعني بلا شك هم أفضل منتخبات لعبة دورة الأمور الأوروبية ولكن طبعاً يعني لو جنا نقول من أفضل أفكر برضو السادة مشاهدين النسختين أو ثلاث نسخ يعني أفضلها يعني البرتغال كسبت أول كانت أول نسخة كانت أول نسخة خالص لعشرين عشرين عشرين وواحد وعشرين فازت بها لبرتغال كسبت 2-0 في النهائي منتخب بلجي كأعتقد النسخة الثانية كانت فرنسا فازت بها والنسخة الثالثة اللي فازت بها إسبانيا حالياً فرنسا البطولة دي مثلاً أهديت يعني مثالة عودة كريم بنزيما على سبيل المثال البرتغال ده تاني لقب كان دولي الكريستيان ورونالدو فتم تذكر النسخ دي برونالدو بنزيما النسخة دي الأكتر حاجة متذكرة بها نسخة عودة أسبانيا للتتويج بالألقاب من جديد لأن يعني زي مع صحيفة أس عنونة النهاردة انه انتهت السنوات العجاب انتهت 11 سنة من الجفاف بطولة بتاعت اللاروخة أو منتخب إسبانيا لأنه من ساعة اعتزال الجيل التاريخي اللي بدأ مع أرجونيس وكمل مع بسينتي دي البوسكي في سنة 2012 بحصد 2 يورو وكاس عالم منتخب أسبانيا غاب عن منصات التتويج بل خرج من كاس العالم 2014 من دور المجموعات وفي 2018 خرج من دور الستاشر وفي 2022 خرج من دور الستاشر ورغم تتابعه بقى موريني ونويس إمريكي اللي كان في فترة بسيطة ما كانش موجوده لو بيتيجي بسبب وفاة بنت إمريكي في فترة من الفترات إلا أنه التجربة الأسبانية رغم أنه كان دايما بيبقى يدخل أي بطولة مجمعة تعارف أن أسبانيا أقوى منتخب وعنده أقوى تشكيلة وبيعمل أعلى سكورات ولكن عند منصات التتويج بدأ يتحول لنسخة من هولندا الكلاسيكية المرشح قوي جدا في بطول كاس العالم اللي فاتت وسقط أمام المغرب في منشة 00 تلعب كلاسيكي جدا عرفت يتعقد عليه الدنيا وده ما نعبش عليه المغرب يعني المغرب كانت لابت على إمكانياتها في الوقت ده حتى لو فاكت كولة سرابيا في آخر ثانية من منشة كانت في العرضة كانت ممكن تخلص الحلم المغربي ولكن كان ده العدل لسعادة لأنه في فريق آمن بإمكانياته وفريق تاني نزل بشوية استهدار آه ولأنه كسب سبعة بقى في كوستاريكا ومطلع ألمانيا وكسب أربعة مش عارف مين فدخل في دور 16 الشك موجود ولكن الأسبانيا مستفيدة في دلوقتي أنه من بدري قوي تجربة لويس ديلا فوينتي متخلصة من ضغوط عدم تحقيق لقب دولي احنا بقى شئنا مقابينا دوري الأمم الأوروبية بقى لقب دولي متعرف عليه بيقاس نجاحه لأنه رجل بيجيب أربعة ونصف مليون دولار للتحاب بتاعه تفضل أنا كسبت البطولة دي أنا نجحت في حصد لقب هيتكتب في التاريخ لويس ديلا فوينتي كمدرب حصيل التجارب ده مسك تحت 17 تحت 19 الناس استغرابت الاسم شوية بعد لويس انريكا مدرب على المستوى العالمي اسمه ممكن ما يكونش ناس كتير عارفاه لكن الاختيارات زي ما بتبقى الاختيارات على مستوى السي في على مستوى التدرج بالنسبة لمنتخبات الاسبانية اللي ضربها يا ديلا فوينتي بطل العالم تحت 17 بطل العالم تحت 19 وصيف العالم في الأوليمبكس قدام البرازيل اللي هاللي كنا احنا فيها اللي فاتت دي وحاليا مدرب منتخب اسبانيا ماشي بستابلتي واضحة جدا وبيعد من سعي يعني كل التفكير كان هيجي امتى يعني لما لويس انريكا يمشي هيمشي امتى هيمشي فاشل ولا هيمشي ناجح فكان لويس انريكي الاختيار الاول طول ما هو موجود بس اللي كانت كل اسبانيا عارفاه ان لويس ديلا فوينتي اللي جاي لان كورته كورها متزنة وبرضو خلانا نقول ان الضغط بتاع لويس انريكي قصة برشلونة عدد اللعب ببرشلونة الكتير او طريقة اللعب ببرشلونة اللي كان متعصب فيها شوية واحنا انا راجل بتشجب عشان وكنت شايف ان فيه شوية علامات استفهام فعلا انه بعض اللاعبين المنتمين اللي انديها اخرى لا يعني كان هو وهي افكاره في الاخير ولكن استبعاده راموس مسلا على سبيل المثال لا استبعاد راموس بعند في بعض الاحيان حتى قبل الرقم الدولي ما يخلص بتاعه اللي اعتماد على بلدي بدري اوي يعني وبلدي اه هايل وكواليتي عالية جدا بس كان بدري شوي بقاله عشر مرشات في برشلونة عشر مرشات كبيرة في العالم ما كانش ينفع اساسا يلعب باك رايت باك ليفت المدد الطاولة دي بالنسبة لانا في كاس العالم مع اني من الناس اللي بحبت دلوقتي على خندرو بلدي جدا وشايفه من افضل ازيرة اليوسرة في العالم بس كنت شايف خبرة قلبة لو هتدعمها بخسيه منويل جايا مثلا في تشيلسي بتاع فالنسيا ولكن تجربة ديلافونتي دلوقتي بتبدأ من غير دغوطات طيب انا عايز اخد من الصورة اللي قدامنا دي طبعا الاحباط الكبير وخلينا واقفين بس عند الصورة دي عشان نتكلم على موضب شوية انت بتتكلم على منتخب اسبانيا متوسط عمار لا تتجاوز 26-27 سنة امام منتخب كرواتيا اللي يمكن مستوى او متوسط العمار فوق التلاتين ولكن على مستوى الفني شفنا المباراة كان صراع كبير جدا في بعض الاحيان تفوق للمنتخب الكرواتي وخروجه او هزمته بصعوبة جدا بدربات الترجيح خمسة اربعة عايزك تعلق لي على الصورة دي مودريتش وراء كأس دوري الامم الاوروبية التفوق الكرواتي او ان الكرواتي وقفت 50-50 او ند الناد الاسبانيا سببها الراجل ده نباح سببها ده هو ده لانه الراجل ده اشمل لعيب خط نص جابته الكورة خلاص دع مر التاريخ انا بشوف كده انا بشوف انا راجل شفت لعيبة خط نص ازعم ان انا شفت لعيبة خط نص محترمة جدا بس شمولية اداء شمولية بيعمل كل حاجة الراجل ده راجل ده عنده يعني كمية ملكات ومن الحاجات المهمة في مودريتش يا كابتن انه مش شرط هو اللي يعمل اللامسة بس وجوده في الملعب بيضمن لك ان التيم ماشي صح ايه لانه واحدا بتحرك بسيط خالص ترحيل بسيط خالص بيضمن مثلا ان ثلاثة وقفوا صح والموضوع انتهى مفيش حد تاني دلوقتي في العالم بيعمل الكلام ده لان الكلام ده محتاج رصيد خبرات ورصيد بدا نهايي جدا هم نتكلم في لعيب من الفين واثنشر اصاباته تعدى على الاصابع اليد الواحدة اصابات وبنتكلم في اعلى مستوى ولان المدريد كل ما احنا نقول ده يمشي ده المدريد اللي بيروح يجدده وبعدين بيبقى افضل من السنة اللي قابليها بشكل خرافي تيكنيكالي لعيب من افضل اللعاب اللي جاد في تاريخ الكورة الباص العادي خالص الباص العادي انا ما كلمك اسهل باص لازم يضرب خط اسهل باص عند مدريدش بيدرب خط واحنا بيدرب خطين كلم بواحد عنده تمانية وثلاثين سنة اه مفيش افصيدات تقريبا ما بيبصيش لحد في الافصيد الا مناظر يعني معرفش ده بيزبطها ازاي يعني حتى يعني انا بفهم ده لما مثلا بتبقى بتلعب في فريق هجومي فانت تبقى مهاجم محترم بقى بتعرف تطلع من الافصيد وبتجري كتير ولكن لما بتلعب مقفل والفريق اللي ادناك بتلعب مقفل وكل باصاتك ما فياش افصيد وكل باصاتك في الرجل يعني عايز اقولك يا كابتن منتخب اسبانيا اكتر منتخب في العشر سنين الاخر في العالم بما فيه من برازيل محقق نسبة تمريرات صحيحة في البطولة دورة الامر الاوروبية دي اول منتخب يواجهه في نسبة التمريرات الصحيحة هو منتخب كرواتيا 89% تمريرات صحيحة لمنتخب كله النسبة دي فيه لعيب واحد منها يعني مودريتش الواحده مودريتش الواحده ونسبة التمريرات والمكحة 86% من البطولة دي في دورة الامر الاوروبية نتكلم في ملشات كتير وبعدين بتكلم 86% في هذا الليبل من المباريات اه طبعا يعني انت بتتكلمش في الليبل انه هو اه يعني الدنيا لا لا مش راقب مش مرش عادي مش مرش ساعة تلعب في وسط الملعب لازم تستحوذ وتباصي صح لا وعلى رودري وعلى جافي وبرضو يعني من الاخر بيدومينيت الناس دي كلها يعني بيسيطر عليهم بشكل ما ايا كان مين اللي قدامه في خط النص مودريتش ايها الفكرة كلها هنالكورة هنا ورجله لسه شغالة صحيح الكورة هنا ورجله لسه شغالة طالما انت قادر ودمغك قادرة فهم كمش واحنا عمالين نشوفه وبيعاند العمر والوحيد اللي نجح ميسي رونالدو ما عرفوش عنده ميسي رونالدو ما عرفوش وصلوا للتوانية وتلاتين في التوب ليفين خلاص وإحنا كنا بنشوف دول النماذج سبعة وتلاتين سنة رونالدو في النص ستة وتلاتين